سورة قل هو الله أحد هي سطر واحد فقط ما سر أنها تساوي ثلث القرآن يعني تستطيع أن تختم القرآن في دقيقة واحدة أن تقرأ سورة قل هو الله أحد ثلاث مرات بل أقل من دقيقة طيب ما هو السر؟ ما هي مواصفات وميزات وخصائص وأسرار هذه السورة المباركة؟ ولماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب هذه السورة؟ ولماذا أحبها الصحابة؟ ولماذا كانوا يقرؤونها كثيرا في صلواتهم؟ دعوني اليوم أتدبر معكم هذه السورة التي كلنا نقرأها وربما الكثير لا يلتفت ولا ينتبه للمعاني العميقة الموجودة في هذه السورة والتي لها أثر في حياتنا السورة قل هو الله أحد أخي الحبيب يجب أن تعلم ليست مجرد كلمات تقرؤها لترضي الله تعالى وليست مجرد آيات تتلوها لتأخذ حسنات كل حرف بعشر حسنات لا هذا صحيح موجود ولكن هناك أثر ينعكس على حياتنا حياتنا اليومية من يشعر به؟ من فقد نعمة هذه السورة؟ انظر معي سنشرح هذه السورة بشيء من التدبر والتأمل آية آية في البداية أنت عندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم هذه الآية مليئة بالرحمة تشعرك بأن الله رحيم بك وكم نحن في هذا العصر بالذات هذا العصر الذي امتلأ بالضغط النفسي كم نحن بحاجة أن نستشعر رحمة الله عز وجل كم نحن بحاجة أن نشعر أن الله قريب منا أن الله يأمرنا ويدعونا أن نلجأ إليه ليغفر لنا ويعطينا ما نطلب ويكرمنا ويذهب عننا الحزن والهموم ويقضي حوائجنا هذا هو الله سبحانه وتعالى لا تتخيل أن الله أخي الحبيب هو إله بعيد عنك لا يهتم بشؤون عبادي قد أنت الآن وأنا أحدثك قد تكون في نظر الكثيرين من حولك لا قيمة لك ولا أحد يأبه بك ولكن إذا شعرت بالقرب من الله ستكون لك منزلة عالية عند الله عز وجل وهذا أهم أنا منزلتي عند الناس ماذا أفعل بها حتى لو مجدني الناس ونظروا إلي نظرة نظرة إكبار وإجلال وتعظيم إلى آخرين ما هي الفائدة ولا شيء فقط نشباع غرور النفس ولكن عندما تكون منزلتك عند الله عالية اعلم أن أمورك كلها أصبحت ميسرة لأنك أصبحت تسير بأمر الله مثل سيدنا الخضر عليه السلام لما سأله سيدنا موسى عن سر هذه الأعمال التي قام بها قتل الغلام وخرق السفينة وأقام الجدر قال ماذا قال له وما فعلته عن أمري المؤمن الحقيقي أخي الحبيب يصل إلى مرحلة من التسليم والتوكل على الله لا يسأل بعده أحدا شيئا أبدا يصل إلى مرحلة من تفويض أمره إلى الله عز وجل أنه لا يحمل أي هم الله مالك الملك وهو المتصرف في الملكوت هو بجانبك ويسمعك وهو رحمن رحيم لذلك بسم الله الرحمن الرحيم الرحمة هذه مهمة جدا قل هو الله أحد ماذا استفيد أنا إذا اعتقدت أن الله أحد ما هي الفائدة يعني الأمور الأخروية معروفة ودخول الجنة ومرضات ولكن أنا الآن كإنسان يعني أريد فائدة عاجلة سريعة دنيوية لأن القرآن أخي الحبيب لم ينزل فقط للآخرة هو للدنيا والآخرة لذلك في القرآن الكريم نفسي كلمة الدنيا تكررت 115 مرة وكلمة الآخرة تكررت 115 مرة نفس العدد لو أحصيت كم مرة وردت كلمة الدنيا تجدها 115 مرة وكم مرة وردت الآخرة تجدها 115 مرة التوازن ليقول لك الله عز وجل من خلال هذه الحقيقة الرقمية إن هذا القرآن هو كتاب يضمن لك السعادة الدنيا والآخرة فنحن في الإسلام ليس لدينا رهبانية الإسلام دين جميل دين فيه حب فيه تفاؤل فيه حب للحياة فيه بناء ليس كما يصوره البعض أنه دين منغلق إلى آخريا لا والنبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر الناس تفاؤلا معروف هذا في خصائصه عليه الصلاة والسلام انظر إلى أولئك الذين يعتقدون أن الله ضعيف أن الله له شرك أن الله له ولد وحضارات يعتقدون أن هناك آلهة متصارعة بعض الحضارات يعتقدون أن هناك الإله ضعيف مثل الحضارة البوذية وكذا الإله منعزل عن الكون بعض اللادينيين يعتقد أن الإله في منزلة بعيدة جدا وليس له علاقة وضع القوانين وانسحب يعني وترك الحياة تمشي كما هي هذه النظرة مدمرة أخي الحبي عندما أعتقد أن الله واحد مجرد هذا الاعتقاد مريح للنفس ينعكس على حياتي على سلوكي على اعتقادي يعني إذا مرضت أعلم أن هناك إله واحد هو الذي يشفيني الأطباء والأدوية كلهم أسباب ونحن نعلم الطبيب لا يشفي والدواء لا يشفي ولو كان الطبيب والدواء يشفيان لما مات البشر هناك من يملك المليارات ويموت إذن هذه الأدوية والأطباء والمشافي والأساليب العلاج هذه وسائل ولكن المسبب هو الله الذي يقدر أجلك هو الله الذي يقدر متى تمرض ومتى تشفى هو الله لذلك هذا المعنى أدركه سيدنا إبراهيم عليه السلام قبل آلاف سنين قال وإذا مرضت فهو يشفين أنا أريدك أن يتعلق قلبك بالله لأنك إذا تعلقت بالله صدقني ستنسى هموم الدنيا وهذا هو المطلوب ما الذي يتعب الناس اليوم؟ هموم الدنيا عدم الاستقرار الحروب الخوف من المستقبل الأزمات الاقتصادية الظلم إلى آخره ولكن كلها كل ما يتعبك اليوم أخي الحبيب هو شيء دنيوي يعني أنا لم أرى شخصا تعلق قلبه بالله وعنده هم فأنت كل ما تقربت من الملك عز وجل وتعلقت به تجد نفسك أنك ابتعدت عن الدنيا وهمومها ومشاكلها لذلك الشيطان يحاول أن يصحبك باتجاهات الدمار استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله لذلك قضية التوحيد هذه هي أساس الحياة أن تعتقد أن هناك إلها واحدا قادرا على كل شيء لذلك الآية التالية تؤكد لك هذا المعنى لكي لا تظن أن إلهك ضعيف قد يكون إله واحد ولكن ضعيف عاجز قد يكون إله واحد ولكن لا يهتم بك أو يظلمك لذلك جاءت الآية الثانية التي تقول لك الله الصمد وكلمة الصمد هذه حتى الآن لم يتمكن أحد من معرفة المعنى الدقيق لها سبحان الله لماذا؟ لسبب بسيط ليبقى المجال مفتوحا أمامك تتصور ما تشاء من قدرات لله من عطاء من كرم من رحمة من مغفرة من رزق فالصمد هو الذي يلجأ إليه وقت الشدائد والصمد هو الذي لا يتخلى عن عباده أبدا والصمد هو الذي هو قائم على عباده قائم على شؤون عباده يعطيك ما تطلب يحقق لك ما تريد ولكن بشرط أن تقول يا رب بشرط أن تعتقد أن الله واحد أحد فرد صمد فهذا المعنى له أثر في حياتنا أخي الحبيب بعض الناس الذين يلهسون وراء المال وابتعدوا عن الله أصحاب المليارات أدرس حياتهم اليوم تجد أن حياتهم تحولت إلى أرقام فأغنى رجل في العالم انتبه أخي الحبيب هل يستطيع أن يأكل أكثر من كيلو لحم مثلا؟ مثله مثل أفقر رجل في العالم هذا الإنسان صاحب المليارات هل يستطيع أن يتنفس كمية من الهواء أو يشرب كمية من الماء أكثر من الشخص العادل إذن ما الفرق بين هذا وهذا هي أرقام فقط فما الذي حول حياة هذا الإنسان صاحب المليارات إلى أرقام؟ إن غماسه في الدنيا وبعده عن الله لذلك مثل هؤلاء طبعا إلا ما رحم ربي هناك من أصحاب الملايين ولديهم من التقوى أكثر بكثير من الإنسان العادي فليست قاعدة ولكن نحن نقول الغالبية العظمى كما قال تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى ويقول أيضا ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض إلا طبعا القليل من رحم ربي فهذا الإنسان لماذا تحولت حياته إلى أرقام؟ لأنه ترك الله وترك الآخرة وانغمس في الدنيا فأصبحت الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه وأصبح دماغه يدور فقط في قوقعة الدنيا بينما المؤمن تفكيره أوسع بكثير عالم ما بعد الموت عالم واسع جدا عالم الآخرة عالم أوسع الدنيا قوقعة فلذلك هنا أخي الحبيب أنت عندما تعتقد أن الله أحد وأن هذا الإله الواحد قادر على كل شيء فهو صمد وهو قادر أن ينقذك في الشدائد وأن يستجيب دعائك مهما كان الآن تأكيدا على هذا الأمر جاءت الآية الثالثة لتقول لك إن هذا الإله ليس ضعيفا ليس بحاجة للولد ليس بحاجة نحن كبشر نحتاج للولد نحتاج للصديق نحتاج للزوجة نحتاج لمن يصلح لنا بعض الأعمال نحتاج الإنسان لا يستغني عن غيره ولكن هذا الإله العظيم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يعني ليس محتاجا لأحد أبدا مستغن عن عباده وعن الكون وهذا أمر منطقي لأنه في البداية كان الله ولم يكن شيء إلا الله سبحانه وتعالى وبعد ذلك خلق كل شيء فكل شيء مخلوق بالنسبة لله لا قيمة له هو صفر بالتالي أخي الحبيب أنت عندما تهتم بهذه المخلوقات أنت تهتم بهذا الصفر اللاشي بينما عندما تنزع نفسك من حب الدنيا وتخلص نفسك من مخالب الشيطان وتقترب من الله عز وجل وتفوض أمرك إلى الله وتعتقد أنك تمسكت بإله قوي صمد لم يلد ولم يولد لا يكافئه أحد ولا يحتاج لأحد ليكون كفؤا له وهذا الإله قادر على كل شيء هذا الاعتقاد يعني أنا شخصيا مريح أنا عندما أقرأ قل هو الله أحد بهذه الطريقة أفهمها بهذه الطريقة وهذه الطريقة للفهم يعني لم نتحدث عن موضوع التفاسير والبلاغة وغيرا يعني أنا أخذك الآن فقط لجانب بسيط كيف تكون سورة قل هو الله أحد معينا لك على مصائب الظهر على صعوبات الحياة اليوم في هذا العصر وبالتالي أخي الحبيب خلاصة هذا اللقاء هذه السورة بسبب أنها هي الصفات الله فيها صفات القوة صفات الوحدانية صفات الكمال صفات أن الله غير ضعيف لا يحتاج للولد لا يحتاج لأحد ولا يحتاج لمخلوق كيف يحتاج لها وهو خلقها عز وجل وبالتالي هذه السورة اعتبرها النبي أنها تعدل ثلثة القرآن من حيث الأجر صحيح ومن حيث المعنى الصحيح لأنها تلخص لك من هو الله طيب ماذا تريد؟ أنا إذا تعرفت إلى الله عز وجل وتمسكت بالله عز وجل وأموري كل الأمور أصبحت ميسرة في الدنيا ضمنت السعادة وفي الآخرة ضمنت السعادة أيضا ماذا أريد أكثر من ذلك؟ بينما تجد من يلهث وراء الدنيا ويغفل عن الله فجأة يأتيه الموت بغتا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم ذنوبهم يعني على ظهورهم ألا ساء ما يزرون ما يحملون من ذنوب وسيئات كم الفرق كبير بين إنسان يعيش في هذه الدنيا آمن مطمئن بأقل الإمكانيات ولكن قلبه آمن مطمئن يحب الخير للناس يعفو عن الناس يشعر بالقرب من الله يشعر بالأنس يشعر برحمة الله عز وجل يعني المال الذي تجمعه أخي الحج ما هو الهدف منه؟ كل الفلاسفة يقولون المال هدفه السعادة ولكن المال لا يحقق السعادة العمل هدفه السعادة أن تحقق عملا معينة أو تنجز ولكن كل هذا سيبقى دنيويا السعادة الحقيقية هي أن تكون بقرب خالقك عز وجل مثل الطفل الصغير تجده يتعلق بأبيه ينام على صدره يمسكه هكذا لدرجة أنه لا يتركه أبدا ما هو السر؟ لأنه يأنس بأبيه ويشعر بالطمأنينة يشعر بالهدوء لا يستطيع أحد أن يعوضه هذا الحنان من البشر مهما بلغ كذلك أخي الحبيب الرحمة التي ستشعر بها إذا تعلقت بالله لا يعوضها أحد من المخلوقات فإذن هذه السورة اقرأها الآن وحاول أن تفهمها بطريقة يعني تنعكس إيجابيا على حياتك وحاول أنت أن تتدبر أن تفهم أكثر أن تستنبط معاني أكثر أن تشعر بقوة هذه الكلمات قل هو الله أحد الله الصمد حلق بأفكارك مع كلمة الصمد يعني نحن تعلمنا أن كل شيء بالتلقين وبالتفسير لا الله أعطاك عقل وأمرك بالتدبر أفلا يتدبرون القرآن هذه الآية لمن أجهت ليس للعلماء فقط وليس للباحسين وليس للمفكرين وليس للمفسين هذه موجهة لكل البشر أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فإذا أنت مطلوب منك أن تتدبر أن تعيش أنا أعرف أشخاص لا يفقهم اللغة العربية يحفظون القرآن ويشعرون به ولا يعرف كيف يعبر عما يشعر سبحان الله فأنت عندما تعيش مع هذه السورة وتكررها كثيرا اقرأها 11 مرة لقضاء الحوائج والرقم 11 هنا له الرقم 11 له سر أنه يشير لوحدانية لا لأن حروف قل هو الله أحد 11 حرف والعدد 11 هو عدد أول يتألف من واحد وواحد يعني هو يتألف واحد واحد وهو عدد أول لا ينقسم إلا على نفسه وعلى واحد فإذن هنا يعني أنصحك أخي الحبيب أن تقرأ هذه السورة أن تحب هذه السورة لأنه كما قال النبي لأحد الصحابة أخبره عندما علم أن هذا الصحابي يحب هذه السورة ويكررها كثيرا في الصلاة فأخبره أن الله أحبه ببركة هذه السورة يعني هذه السورة من خصائصها أنها تجلب لك محبة الله ماذا تريد أكثر من ذلك نحن اليوم نلهس لنتعرف على إنسان غني أو إنسان ذو سلطة أو منصب أو شهرة لنتعرف عليه ونأخذ جزء من محبتي فكيف إذا ضمنت محبة مالك الملك عز وجل ثق تماما حياتك كلها ستتغير إن شاء الله نحو الأفضل لذلك أنصحك أخي الحبيب أن تكثر من قراءة هذه السورة وكل مرة حاول أن تفكر بمعاني جديدة والله سيقذف في قلبك في كل مرة أحاسيس ومعاني وتدبر جديد وتشعر بسعادة عندما تنفصل عن هذه الدنيا التعيسة وتجعل قلبك يحيا بذكر الله وتجعل قلبك معلقا بالله عز وجل لتحظى بمحبة الله نسأل الله عز وجل أن نحظى بمحبة الملك وأن نرجو لقاءه فمن كان يرجو لقاء الله من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السمير العليم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته